جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم له سؤال الشيء الصالح يقول هل عمليات التجميل الجراحية حرام أم حلال؟ وإذا كانت حرام هل يأسم الطبيب الذي يقوم بإجرائها؟ جزاكم الله خيرا العمليات الضرورية إذا كان في الإنسان تشويه خلقي وأمكن علاجه هذا شيء لا ذات سبيل ولو لا يأسم الطبيب الذي يقوم به لأن هذا من العلاج المباح إزالة التشوهات الخلقية من الوجه أو من البقية الجسم هذا أمر مباح ولا حرج فيه أنه من التداوي المباح أما التجميل الذي لا داعي إليه وإنما هو من التكلف فهذا لا يجد ولم يقوم به فإنه يكره له ذلك أو يأسم لأنه لا حاجة إليه وإنما هو من التكلف